أجواء أمنية متوترة في بغداد بعد سلسلة هجمات شنتها ميليشيات موالية لإيران كان آخرها قصف معسكر التاجي شمالي بغداد الذي تنتشر فيه قوات أمريكية بالتزامن مع تبني ميليشيا عصبة الثائرين هجوم التاجي بجانب هجمات صاروخية أخرى على المنطقة الخضراء تطورات علق عليها الكاظمي بالقول إن حكومته لن تتهاون مع مطلقي الصواريخ واصفا إياهم بالخارجين عن القانون لكنه لم يكشف إلى الآن عن هوية منفذي تلك الهجمات ربيع التهديئات المؤقتة بين الكاظمي والميليشيات الموالية لإيران يبدو أنه شارف على نهايته مع بلوغ التصعيد الأمني مستوى غير مسبوق تصعيد الميليشيات ضد المصالح الأمريكية في العراق تزايد بشكل ملحوظ عقب الحوار الأخير بين واشنطن وبغداد الذي شنت وسائل أعلام إيرانية وأخرى مواليات لها هجوما حادا ضده متهمة الكاظمي بالعمل على تحقيق مصالح الولايات المتحدة على حساب مصالح إيران مراقبون عراقيون يؤكدون أن الميليشيات القديمة بدأت تستنسخ نفسها بأسماء جديدة لتجنب ضربات الانتقامية الأمريكية وهي من تقوم بتنفيذ الهجمات الصاروخية ضد المسالح الأمريكية في العراق وهو أمر تعرفه الحكومة وأجهزتها الأمنية وإن ادعت غير ذلك أما إيران فهي تدرك بوضوح أن أمريكا لا تحاور وفد حكومة الكاظمي لتقلص علاقتها مع العراق والحد من حضورها السياسي والأمني فيه بل لإيجاد صيغة أفضل تحافظ من خلالها على مصالحها الاستراتيجية كما أن طهران أدركت تراجع تأثير ورقتها الأمنية المتمثلة بالميليشيات بشكل كبير في مقابل تعاضم الدورين الاقتصادي والسياسي لواشنطن في العراق وهو ما تفتقر إليه طهران اليوم بشكل كامل نظرا لما تمر به من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية تهدد بقاء النظام نفسه ترجمة نانسي قنقر